عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة أثار سقارة صبع الخير عليك يا فندي صبع الخير يا فندي يا أهلا بحضرتك طبعا كشف أثري كبير وضخم وزي ما تبعنا تفاصيله من خلال هذا التقرير إيه الشواهد اللي خلتنا نبحث للوصول إلى هذه الورش؟ هو طبعا إحنا شغالين في تقارب موقع البوباستيون بأن حوالي 6 سنوات دا الموسم السادسة على التوالي إحنا شغالين في داخل محيط معبد القطة بسطة الصور الخارجي الصور الغربي وجدنا شواهد أثارية في النحية الشرقية ممتدة أسفل الصور في النحية الغربية فابتدينا أن إحنا نحاول الشغل نسبيا إلى الجنب الغربي عشان نعمل ربط ما بين المقابر الموجودة قبل بناء الصور لأن تاريخ المكان بيرجع لـ 2400 سنة قبل الميلاد فعندنا قطعة أثارية ومقابر بتعود زي الفترة حتى بناء الصور في عصر الأسرة 30 القرن الثالث قبل الميلاد طيب دكتور محمد يمكن عضل المقاطعة إحنا الحقيقة أعرفنا كل التفاصيل المتعلقة بهذا الكشف الغثري الكبير وعن هذه المنطقة من خلال هذا التقرير لكن يبقى سر من الأسرار التي تشغل بال العالم كله حتى الآن إحنا حسب التقرير وجدنا ورشتين تحنيط واحدة أدمية والأخرى حيوانية ده بجانب كمان بعض الأدوات المستخدمة للتحنيط هل هذا الكشف بأي شكل من الأشكال وصلنا لسر جديد عن التحنيط؟ الفكرة ليس في أسرار التحنيط ولكن في ورش التحنيط التي ألحقت بالمعابد في العصر المتأخر في منطقة سقارة المفروض من معبد التحنيط الرئيسي المعروف لدينا جميعا هو المعبد الموجود في منطقة منف أو منطقة متراهينة بتحت مسمى معبد التحنيط الخاص بالعجل قبيل وجدنا فيما بعد بعض أدوات التحنيط في منطقة سقارة في أبار مقابر الأسرارين 26 و27 ولكن هي مجرد أدوات فقط كانت الفكرة هل هناك ورش تحنيط موجودة في سقارة ولا لا؟ الكشف الجديد الذي تم الإعلان عنه هو لأول مرة يتم الكشف عن موجود ورش تحنيط ملحقة بالمعابد في منطقة سقارة وذلك من خلال المباني الخاصة بالورش ومن خلال الأسرة المشيادة من الحجر الجيري والخاصة بالتحنيط واللي فيها الميازيب اللي هي بتصرف المياه بتاعة التحنيط فده فكرة جديدة جدا لأول مرة بيلاقيها ولأول مرة بيلاقي ورش تحنيط ملحقة بالمعابد وده احتمال في المستقبل القريب مع الكشف عن بقية المعابد الخاصة بالمعابد عظيم جدا دكتور محمد وأعتقد ده يكون لي تأثير كبير جدا طريقة العرض أو طريقة الإعلان عن هذا الكشف ودعوة جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية الموجودة على أرض مصر بكل تأكيد ليه تأثير كبير جدا على حركة السياحة الفترة القادمة بنشكر حضر لك دكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة أثر سقارة اشتركوا في القناة